بس فين وقتا انت قلتها محمد يعني ايه انت بتقول من بدري بدري صح ودي مشكلتها في مصر احنا كنا مش بدري احنا كنا مش بدري كمان انا عايز اقولك على حاجة المغرب المغرب عشان كده هي متفوقة او عدد بمراحل في تخطيط من بدري لقى بالزبط هنا التخطيط بقى محمد انت عندك النهاردة مثلا 2009 احنا لسه بنشوف ولسه هنروح اسمعاليا ندور بورسعيد ومشاف ايه انت المغرب بقى لها سنتين بتجمعوا بتلعب توب ليفل يعني سنتين بيلعبوا انجلترا بيلعبوا اسبانيا والكلام ده كله 2008 نفس القصة 2007 نفس القصة يمكن انا فاكر مدرب 2009 في المغرب كان بيتكلم مع كابتن كريم ايما انا وصاحبه وقال له احنا عايزنا نعمل معاكو ايه ماطش في المغرب عندنا ماطشين او حاجة قال له احنا اسم ما اتجمعناش وقال له ازاي قال له احنا اسم ما اتجمعناش فهو كان في تسعة لما نقل الناحى التانية بقى مسك عشرة تمام ولسه فيه شيتوس كمان متخب 2010 لسه بتشكل قريب بتشكل قريب بتمناله التوفيق طبعا شيتوس مداريب كبير ان شاء الله فلما هو مشي من 2009 راح 2010 هو راح برضو مش نسترى بيدور برضو وينزل مش عارف فينه وروح محلة ولا لا هو الريدي راح انتقل لمرحلة هو الريدي المتاحب عشرة جاهز موجود موجود بقى لهم سنتين برضو عشان كده المغرب متفوقة متخب الانبي لما كان موجود بقى لهم سنتين 2005 النهاردة في المغرب كل اللعبة محترفة معادة الولد الجل الاحتياطي بيلعف اعتقد الجيش الملكي الباقي كله محترف 2005 واحنا هنا عمر خالب بيبو وعمر خضر دول بالنسبة لنا احنا فرحانين عندنا في 2008 مفيش حد محترف فاحنا لازم يبقى فيه تطوير كبير جدا محمد وضوع كبير جدا جدا لازم الناس المسؤولة اللي جاية يبقى فيه استراتيجية طورة المدى اللي بحيث اللي قدام طويلية المدى بحيث ان انت المستقبل بقى اربع خمس سنين اللي جاي لان انت ان شاء الله كابتن كاس خلاص كاس عم أفريقية وان شاء الله يروح كاس عالم 2005 نفس القصة احنا مشابهين شوية 2005 و2009 مشابهين لبعض فيه أولمبيات وكاس عالم كاس عم أفريقية لكن 7 أو 8 هو كاس عم أفريقية لو انت لقد درام حصل حاجة انت طلعت من أفريقية وطلعت من كاس العالم وده ان أولا انت هتشتغل بيهم بعد كده لما تروح بقى الألعاب القلومية بالضبط صح كده؟ بالضبط وده المستقبل كبير للمنتخب الأول